حالة عرق النسا هي وصف للأعراض المنتقلة من الأرداف إلى أسفل الساق الناتج عن انحباس العصب الوركي أو شياتيك نرف بين العضل الكمة ثرية أو بيريفورمس وعظم الحوض وبالتحديد هي المنطقة التي نجلس عليها ونحملها كامل وزن الجسم واسمها عظم الجافية أو إسكيم وبهذا نستنتج بأنك تصيب نفسك بعرق النسا بالجلوس طويلا لا تقلق بهذه الحلقة حنتعلم طريقة علاج مضمونة بالسبب الحقيقي وراء أعراض عرق النسا وفيه خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي تتراوح أعراض الإصابة بعرق النسا بين ألم الظهر وعدم القدر على الجلوس طويلا والشعور بالوخز في أصابع القدمين إلى التنميل وفقدان الإحساس بالكامل في الأطراف المصابة بالإضافة إلى الألم الليلي الذي يتحسن فقط بالمشي وفي أسوأ الحالات يسبب العرج بسبب ضعف العضلات حنعالج الحالة بثلاثة تمارين مصممة بعناية الأول مساج والثاني إطالة والأخير تقوي لعلاج أعراض عرق النسا بالكامل وإلى الأبد لنبدأ بتمرين المساج في هذا التمرين سنقوم بمساج العضلات العميقة في أسفل الحوض بهدف تعزيز تبادل السوائل لتأهيل التهاب العضلات وضعية التمرين سنحتاج في هذا التمرين لإستوانة مساج متينة ضعها على الأرض واجلس عليها وتوازن عن طريق سند نفسك من الخلف بهذا الشكل وقم بالميالان قليلا باتجاه الجزء المصاب القيام بالتمرين ارفع الرجل المصابة فوق ركبة الرجل السليمة وأمسك القدم بيد الجهة السليمة بهذا الشكل بهذه الطريقة نفتح منطقة أسفل الحوض للوصول إلى العضلات العميقة الآن وباستخدام وزن جسمك تدحرج على الأسطوانة على طول الحوض ذهابا وإيابا بهذا الشكل قد تشعر ببعض الألم وهذا طبيعي ولكن ستشعر بالراحة بعد أداء التمرين استمر بالمساج لمدة 3 إلى 5 دقائق ويمكن مساج الطرف الآخر أيضا إذا رغبت بذلك بإمكانك تكرار المساج عدة مرات في اليوم التمرين الثاني لإطالة عضلات الحوض لاستهداف العضلة الكوماثرية بيريفورمس بعد مساج أي عضلة يفضل دائما إطالتها للاستفاد القصوى من المساج وضعية التمرين نقف باستقامة مقابل طاولة مرتفعة أو سرير وارفع الرجل المصابة وضعها على الطاولة بحيث تصنع زاويتين قائمة الأولى في مفصل الحوض والثانية في الركبة بهذا الشكل وضع الذراعين على الأكتاف بهذه الطريقة القيام بالتمرين سنقوم الآن بالإنحناء إلى الأمام ومحاولة لمس مرفق الجهة السليمة بركبة الجهة المصابة إنحني قدر المستطاع حتى تشعر بشد قوي أسفل المقعدة عند الجهة المصابة بهذا الشكل استمر بالشد بهذا الشكل وعد عشرة عدات ثم استرخي وكرر التمرين عشرة مرات في اليوم الواحد وأخيرا التمرين الثالث لتقوية عضلات الحوض هذا التمرين متميز جدا والهدف منه ليس فقط تأهيل العضلات الضعيفة من ضغط وزن الجسم عليها بل يخدم بزلق العصب الوركي شايتك نورف لتعزيز تبادل الدم والسوائل إليه لتسريع شفاؤه وضعية التمرين سأقوم بشرح التمرين بثلاثة درجات مختلفة القوة لتناسب جميع الأعمار والحالات الدرجة الأولى للمبتدئين اسند ذراعيك على كرسي منخفض مع إبقاء الرقبتين على بساط التمرين لحماية الركب وأبعد الركب عن الكرسي بحيث تكون الركب بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم برفع الرجل من مفصل الحوض بحركة دوران إلى الجانب الخارجي من جسمك بقدر ما تستطيع وعد ثلاثة عدات ثم ارجع لنقطة البداية بهذا الشكل وكرر التمرين وكرر التمرين 10 إلى 15 مرة ثم انتقل لتكرار التمرين للطرف الآخر بعد عدة أيام من إتقانك للحركة انتقل لممارسة التمرين بالدرجة المتوسطة على بساط التمرين نتخذ وضعية السجود بزوايا قائمة عند الكتف والحوض بهذا الشكل الآن ألسق أصابع القدمين ببعضهما ثم ارفع الركب عن الأرض لتتوازن على اليدين وأصابع القدمين فقط وحافظ على استقامة الظهر بهذا الشكل للقيام بالتمرين حرك كل الركبتين للجانب الخارجي من جسمك بقدر ما تستطيع بحركة دوران من مفصل الفخذ بهذه الطريقة وكرر الحركة 10 مرات لثلاثة مجموعات متتالية مع فاصل دقيقة راحة بين كل مجموعة وأخيرا الدرجة الثالثة وهي الأكثر تقدما بعد إتقانك لتمرين الدرجة المتوسطة نقوم بإضافة مقاومة مناسبة لتقوية العضلات وهذا عن طريق لبس حزام مطاطي أو resistance loop فوق الركب بهذا الشكل الآن وبنفس طريقة التمرين السابق حرك الركبتين للخارج من نفصل الفخذ بهذا الشكل وكرر الحركة 10 مرات لثلاثة مجموعات متتالية مع فاصل دقيقة راحة بين كل مجموعة وهذا كل شيء هذه التمرين الثلاثة هي كل ما تحتاجه لعلاج حالة عرق النساء داوم على ممارستها مرة في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من جميع الأعراض بإذن الله وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لن روحك تسكن فيه